موسيقى 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 لكن بينقوسين ربما بجملة واحدة فقط الجهل وانطماس البصيرة وتسييس الدين واللعب بالدين سياسيا وايدولوجيا حول هذا الدين في نظر أبنائه وفي نظر غير أبنائه إلى نقمة سأعلق فقط على ما يقع من أحداث ومن أعمال إجرامية هنا وهناك باسم الدين فقط بسؤال واحد بالله عليكم يا إخواني وكلكم بلا شك على ذكر من سيرة المصطفى الأحداث الرئيسة فيها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثرة بالله دلوني أوقفوني أوجدوني أوجدوني حالة واحدة حالة واحدة فقط في مكة حين بتولي المسلمون الموحدون حالة واحدة تم اغتيالها من المسلمين اغتيال قُتِل مسلمون أو مسلم غدراً لم يحدث الكفار كفار مكة كانوا أشرف كانوا عرباً كانوا أشرف من أن يغدروا نعم نحن ضدك يا محمد وضد أتبائك من وقع في أيدينا سوف نمتحن ونفتنه ونعذبه في الرمضاء ونذيقه العذاب ألواناً ليكفر ويصبأ ويعود إلى كفرنا وشركنا لكنهم لا يغدرون لكنهم لا يغدرون وبالمقابل حين استؤذن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما يقول قتادة حين استؤذن بالمدينة من بعض رجاله من بعض الشباب ربما شباب الصحابة المتحمسين يا رسول الله إذا لنا نأتي في مكة ونغتال كبار الكفار من سدنة الشرك فلم يأذن النبي بهذا وقال هو القائل عليه الصلاة وأفضل السلام الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن المؤمن لا يغدر المؤمن ليس غداراً ليس غداراً المؤمن حين تفرض عليه المواجهة بشرطها الشرعي يواجه في ساحة المعركة بشرف وبرجوله هذا المؤمن وفي ساحة المعركة لا يقتل ولا يتطرق بالأذى إلا لمن أذن الشارع في أذيته وقتله من هم؟ بكلمة واحدة الذين يحملون السلاح يقاتلوننا فقط هذا في المعركة أما قتل الناس في الأسواق وفي الشوارع وبالجملة والتفصيل وبغض النظر عاد هذا الذي يموت يكون صغيراً يكون كبيراً يكون رضيعاً يكون شيخاً يكون عجوزاً مسلماً نصرانياً يهودياً هندوسياً بوذياً مش مهم فلا والله الذي سمك السماوات ورفعها بغير عمد هذا ليس من دين الله في شيء هذا وأقسم بالله مرة أخرى ذبح للإسلام نفسه فانظروا من وراءه ومن المستفيد من هذا يا إخواني وأقول لكم كلمة ولمن يسمعني ربما من هؤلاء الشباب الذين يضللون ويغرر بهم والله وعزة جلال الله لا إله إله لن أدفع عنك ولن يدفع عنك شيخك ولا الذي نظر لك ولا الذي أفتاك ولو كان الذي أفتاك عشرة بل مئة بل ألفاً لأن الله تبارك وتعالى خلقك وكلفك بما خلق فيك من قوة دراك عاقلة ولم يجعلك بهيمة أو دابة تقاد من مقادتها وتأخذ فيسلس قيادها لأي من الناس هذا ليس في دين الله تبارك وتعالى ليس في دين الله والأدل على هذا كثيرة جداً الأمير النبي قال مرة وذكرت هذا غير مرة فاسمحوا لي فالمقام يقتضي ثم أمضي على عجل النبي هو القائل من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله أمير أمير أي أمير أمير على جيش على عصابة من الناس في أي وقع هذا أمير على عشرة من الناس أمير ومن أطاع الأمير فقد عصاني ومن أطاعني عصى الله تبارك وتعالى ومع ذلك هذا أمير صحابي صحابي مش عدنان وعثنان وفلتان وسفيان في القرن الخامس عشر صحابي النبي أمره على جماعة من الصحابة هذا الأمير عنا له هكذا نزغة نفسانية سبحان الله وربما شيطانية فليس المعصوم وإن كان صحابياً قال لهم اجمعوا حطباً اجمعوا حطباً أوقدوا أوقدوا أشعلوا فيه ناراً قال ادخلوها فترددوا ندخل لا ندخل بس النبي قال من أطاع الأمير بغى أن نطيعه بعثين آخرون عندهم عاقل فقهي قالوا لا النبي حتى حين قال هكذا من أطاع الأمير هذه في مقيدات لها تقيدها لا تعم كل الحالات من المخصصات التي ذكرها العلماء من قرون أيها الإخوة مخصصات منفصلة للعام منها الحس ومنها العقل في أشياء العقل يقضي فيها بأن هذا العام لم يبقى على عمومه وفي أشياء يقضي فيها الشرع الشرع هو القائل الشرع هو القائل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعته في المعروف فالنبي إذا قال أضع الأمير يعني في المعروف طب لو أمرك الأمير أن تقتل أباك المؤمن موحد تقتله لو أمرك أن تنحر نفسك تنتحر لو أمرك أن تكفر تكفر لا طبعاً الطاعة في المعروف فالصحابة قالوا لا 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 الطاعة في المعروف انتهوا بفضل الله بعد تلبث يسير إلى هذا الرأي لما بلغ النبي عليه الصلاة وأفضر السلام الأمر ماذا قال؟ لم يقل لو دخلها بعضهم فماتوا واحترقوا غفر الله لهم لأنهم أخذوا بظاهر قولي نبي قال من أضاع الأمير فقد أضاعني قال أين عقلك؟ حتى أمام قول النبي أين عقلك؟ الشرعي وعقلك الفطري البشري قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً حديث مرعب افهموه وكرروه واتلوه على مسامع المشتبهين الذين اشتبهت عليهم الطرق والنهج قولوا لهم ليكن لكل منكم عقل فإن الله يوم القيام سائلوه بما كلفه على ما أتاه من عقل وإدراك لسنا دواب ولسنا بهائم تقاد فتنقاد ثم ما فائدة هذا الكتاب الذي تتلوه؟ هذا الكتاب يكفي العالمين القرآن العظيم هداية للعالمين لأهل السماوات والأراضين تتلوه ثم لا تنتفع منه بشيء يضحك عليك وأنتم ترون طبعاً هذا القتل وهذا التفجير وهذا الغدر لم يعد يستثني حتى المساجد يقتل فيها الركع السجد في العام الماضي لم يستثني مسجد رسول الله إلا أن الله ستر لا إله إلا هو ولطف بنا أليس كذلك؟ قتل في كل مكان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذا العبث من كل هذا الغثاء من كل هذا الإجرام في دينك في حق دينك في حق كتابك ونبيك وفي حق هذه الأمة المبتلاء المطحونة المسكينة ينقصها بلاء فوق كل ما فيها من بلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر